السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه تعليق بس في دقيقة أو دقيقة أو نص عن مسلسل أحمس أو الملك المسلسل اللي بيتعرض للهجوم لازع وهجوم قوي في وجهة نظري أنه هو هجوم ظالمي يعني احنا المفروض ننتظر شوية لما نسمع المسلسل وبعد كده نحكم المسلسل تاريخي وصلنا على العمل قاله تحديدا أنه ده مسلسل ليه طابع تاريخي ليس مسلسل توثيق تاريخي يعني عشان الاهتمام باللحية والاهتمام بالمظهر والكلام من ده وأنه في الحقيقة أن بطل أخيلس أخيل اللي هو كان في حرب ترويت رواضة اللي هو قام بدوره براد بيت كان عنده ستين سنة شوفوا براد بيت كان عنده كان تقريبا في التلاتينات ومع ذلك عمل جسر الشخصية كذلك فيه شخصيات كتير جدا في التاريخ في الأفلام اللي هي الأفلام التاريخية مش الأفلام الوثائقية التاريخية كانت بيبقى بطلها أسود واللي بيعملها واحد أبيض أو بطل أبيض واللي بيعمله واحد أسود والعكس أنا شايف أنه ده إجحاف أنه ننتظر نشوف العمل لأن العمل مصروف عليه والعمل جديد وفيه شغل يعني غير مسبوق في الدراما المصرية ننتظر العمل أول نشوفه وبعد كده نحكم تحياتي لكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر